محبة المسيح لينا وصلت لدرجة أنه أسلم نفسه لأجلنا كلمة أسلم نفسه يعني خد كل اللي لينا وتقدم بداننا في حاجة في السينما بيعملوها اللي هو الشخص الممثل الشخصية القوية الحلوة لما يكون فيه مشهد هيتضرب يجيب واحد اسمه دوبلير دوبلير يعني بديل البديل ده هو اللي يتضرب والبطل هو اللي ياخذ الشخرة المسيح يسوع كان دوبلير بالنسبة لنا خد كل وحشتنا عند الصليب نجد يسوع دفع كل اللي احنا عملناه وأنا دايما ببص للصليب وكتير أقول الجملة دي أجد في الصليب أنه دفع تمن كل خطية أنا ارتكبتها يعني أبص الإكليل الشوق على رأسه أتذكر الأفكار النجسة اللي أنا فكرت فيها أبص المسمار في رجله أفتكر السلوك الأعوج اللي أنا سركته أتبص لمسامير إيدي أفتكر الأعمال اللي ما كانتش يتمجد ربنا اللي أنا عملتها أبص للصياد في ظهره أتذكر خيانة ربنا أبص لطعن الحربة أتذكر قلب الإنسان النجيس فهذا أحبائي شوهت صورته وهو خد هذا التشوه وصار محتقر ومغزول من الناس لا منظر ولا جمال مش بسبب حاجة ده هو أبرع جمال من بني البشر وهو في ذاته من منكم بلا خطية يحنى بيقول لم يعرف خطية وبولوس يقول لم يفعل خطية ولا يعرف الخطية يعني يحنى شهد وبولوس شهد وبطرس شهد إن المسيح يسوع بلا خطية بل هو نفسه في آخر خدمته قدم لنا السؤال من منكم يبكتني على خطية ورغم كل ذلك أسلم نفسه وحلوة كلمة أسلم نفسه يعني ما مش يهوزة اللي خلهم أبضوا عليه ولا الخطط اللي هم عملوها لا هو بإرادته لدرجة إن حتى لدرجة إن يهوزة لما جال غاية عنده وقال له السلام يا سيد أو يا معلم وقبله رح سألهم سؤال من تطلبون؟ قالوا له يسوع النصري قالهم أنا هو قدروا يمسكوه رجعوا للخلف ووقعوا على وشهم يعني إيه؟ يعني أنتم ما تقدرواش تمسكوني لكن أنا اللي هسلم نفسي ولما وقعوا على وشهم قال دعوا هؤلاء يذهبون والتلاميذ ما صدقوا يا فكيك ومشيوا وأول ما تأكد إن التلاميذ اختفوا ومحدش هيقدر يوصل لهم رح سلم نفسه إزاي؟ قال هذه ساعتكم وسلطان الظلمة يبقى بإرادته سلم نفسه وبإرادته سلم الروح إحنا الروح بتتخذ غصب عنا لكن هو القد أكمل وأحنا رأسه وسلم الروح وسلمها المين؟ للآب يا أبتاه في يديك أستودع روحي